اشتركوا في القناة سواء في الليل او بالنهار طبعاً لعادة مص الأصبع مشاكل كتير من أهمها هي عدم انطباق الأسنان على بعضها بشكل صحيح وبتأدي إلى نتوء بالفكين بالإضافة إلى شيء منسميه العضة المفتوحة بحيث طفل وقت بيسكر أسنانه الفكين على بعض أسنانه بالفكين على بعضها ما بتنغلق بشكل كامل وببعض الأحيان ممكن تأدي إلى مشاكل بالنطق وتلعثم بالكلام طبعاً من أجل حماية طفلنا من هي العادة منحاول أول شيء نذهب باتجاه التنبيه بحيث الأهل بتنبه الطفل إلى مدار هي العادة وشو ممكن تعمله مشاكل بالمستقبل أما إذا كان الطفل بعمر أصغر وغير قادر على الفهم أو الاستيعاب من الممكن نوضع مادة موجودة طبعاً بالأسواق مادة مرة توضع على أظافر الطفل بحيث عندما يحاول الطفل وضع أصبعه في فمه بتأدي إلى ظهور مادة شديدة المرارة وعدم وضع أصبعه في فمه مرة ثانية ولكن في بعض الأحيان لا تنفع هذه المادة فنلجأ إلى تفصيل جهاز خاص للطفل طبعاً عند طبيب الأسنان للأطفال بحيث نقوم بأخذ طبعاً للفك العلوي ونقوم بتفصيل جهاز يوضع على الدرسين الخلفيين للطفل بالإضافة إلى نتوءات في هذا الجهاز تمنع الطفل من وضع أصبعه في فمه مرة ثانية ومن العادات السيئة أيضاً اللي بيقوم بها الأطفال أو هي عادة ممكن نقول الأهل بتساعد فيها للطفل هي اللهاية اللهاية ممكن أيضاً تعملنا مشاكل بنتوء الفكين ممكن تعملنا مشاكل في نمو ممكن تعملنا أيضاً مشاكل في تراكب الأسنان طبعاً من أجل الحماية من هذه العادة يفضل أنه بالأساس ما نستخدم اللهاية بشكل عام ومن العادات أيضاً لدى الأطفال هي عادة قدم الأظافر بعض الأطفال بيلجأوا إلى قدم أظافرهم وممكن بعض الأحيان اللي احنا ممكن نقول أكل الأظافر العادة من أبرز مشاكلها هي بتأدي إلى تكسر جزيئات بطوقات المينة وإلى عمل فروقات بالأسنان طبعاً أبرز طرق لحماية الطفل من هذه العادة هي المادة المرة نفسها يلي منستخدمها بعادة مص الأصبع طبعاً بالإضافة إلى تنبيه الطفل ومن أكثر الحالات أو العادات السيئة يلي عم تجي لعنا على العيادة أو بشكل عام على أطباء أسنان الأطفال هي عادة الصرير الليلي أو ممكن يكون فيه صرير أو الكز على الأسنان اللي احنا منقول ممكن يكون نهاري طبعاً هاي العادة إلى مضار أيضاً مضارها كتير وإبرزها هي انسحال سطوح الأسنان يعني فينا نقول دوبان الأسنان من الأعلى بالإضافة ممكن تعملنا مشاكل بالمفصل الفكي الصدغي ومع استمرار هاي العادة ممكن تأدي إلى وجع بالمفصل وأيضاً ممكن تأدي إلى وجع بالرأس طبعاً أسبابها ممكن تكون نفسية فمثلاً لاحظنا لحنا كتير من الحالات عند البنات بتكون بسبب الغيرة أما ممكن نشوفها عند الولاد الأطفال هي بسبب الألعاب يعني كثرة الفيديو جيمز الألعاب بصير الطفل لا إرادياً بيكز على أسنانه وهو غير مدرك أو واعي لهذا الشيء طبعاً إذا كانت هاي العادة تحدث داخل النهار فقط نطلب من الأهل أنه طوال الوقت ينبهو طفل وقت بيكز على أسنانه أما إذا كان الصرير ليلي فمنلجأ إلى وضع جهاز من السيليكون أو البلاستيك الطري داخل فم الطفل أثناء النوم وهو عبارة عن جهاز رقيق بحيث وقت بينام الطفل وبيصر على أسنانه وبيكز على أسنانه بيأدي هذا الشيء إلى عدم انطباق الأسنان على بعضها وبالتالي بدل ما يكز على الأسنانه من الممكن يكز على هذا الجهاز البلاستيكي أو المصنوع من السيليكون طبعاً هاي معظم العادات السيئة يلي إحنا منواجهها بالعيادة طبعاً في غيرها كتير ولكن حابين نحكي عن أكتر شيء منواجهه إحنا بشكل عام بعيادتنا ونشكركم والسلام عليكم